برشلونة تواجه ألميريا في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة ثمانية عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023 إلى 2024 ويسعى نادي برشلونة لا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في المواجهة السابقة أمام فالنسيا بهدف لكليهما بينما سقط أمام جيرونة في الجولة قبل الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما يأمل فريق ألميريا في تحقيق انتفاضة ومحاولة البحث عن الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري الإسباني وتصحيح مساره لتعويض ما فاته من نتائج سلبية في الجولات الماضية تاريخيا التقى فريق برشلونة ضد ألميريا في 16 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها تحقيق الفوز في 13 مواجهة والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد وسجل لعب فريق برشلونة 47 هدفا مقابل ثمانية لصالح نادي ألميريا بينما يعتل الهداف الأسطوري للبارسا ليون الميسي قائمة هداف مباريات الفريقين بواقع 13 هدفا يليه بويان كاركيك بعدد 5 أهداف وصامويل إيتو 4 ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 2 وتسجيل 31 هدفا ودخل بشباكه 19 بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز 20 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط جمعها من التعادل في 5 مباريات والخسارة في 12 لقاء وتسجيل 17 هدفا ودخل بشباكه 39 وينتظر نادي برشلونة مواجهة نارية على مستوى دور أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة في مواجهة ناكولي بطل الدوري الإيطالي في دور 16 ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب في دور 16 لدور أبطال أوروبا أحد أيام 13 أو 14 أو 20 أو 21 من فبراير من العام المقبل 2024 فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 5 أو 6 أو 12 أو الثالث عشر من مارس القادم ويتفوق برشلونة بشكل واضح على ناكولي خلال المواجهات الأوروبية الرسمية الأربع التي جمعت بينهما في مسابقة دور أبطال أوروبا حيث فاز برشلونة في مباراتين وتعادل في مثلهما بينما لم يعرف ناكولي الفوز في أي مبارات أوروبية